بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا ثلاث مرات أبواب الجنة تفتح في حالتين بس يوم الاثنين والخميس وتفتح في شهر رمضان كما ورد عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعنى فتح أبواب الجنة يعني الخير والبركة والمغفرة وساعة الرزق والحقيقة أن مسألة الشحناء أو البغضاء بين الناس مسألة غير خطورة الحقيقة من أصول تسبيت الإيمان في القلب أن يكون الإنسان المتراضيا متسامحا حبوبا بينه وبين الناس بعض الناس الحقيقة كل حياته تشنج وتوتر يختلف مع هذا ويشاحن هذا ويطعن هذا بكلمة ويغتاب هذا طبعا لا الأساس هو حسن الخلق يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعسره أتم مكارم الأخلاق ومن مكارم الأخلاق أن الإنسان يعفو يتسامح وبالذات بالنسبة الأقرب الناس إليك يعني بالنسبة للرحم الأم والأب الأرحام هم جدا يعني بعض الناس تلاقي مثلا ابن عم وابن خاله قال له كلمة مسيئة فيخاصبه خلي بالك الخصام ده لحد ذاته كارثة كبرى جدا لما تفتح أبواب الجنة كما قال النبي محمد صلى الله سيغفر لكل عبد لا يشرك بالله إنما هؤلاء لن يغفر لهم سبحانه نحن في أمس الحاجة للمغفرة كون ده عشان أنت مخاصم أخيك لا طبعا وبعدين خصام زو الأرحم ده كارثة كبرى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة تقاطع رحم يعني ابن عمك أو ابن خالك أو أريبك اللي انت بخصمه أو مؤطعه لن تدخل الجنة لماذا لأنه لن يقبل لك عمل في الأساس كل أعمالك مرضوضة عليك بعض الناس تعمل أعمال صليحة كتير جدا ولكنه دائما الشحناء ودائما البغضاء ودائما الخصام لا طبعا الإسلام ليس هكذا الإسلام الديني السماحة والحق الإنسان مسامح يعني كما قال ربنا عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا قاطبهم الجاهلون قالوا سلامة لما واحد يقول لك كلمة سيئة عفوا عنه وقول لك كلمة حلوة قابل الإساءة بالحسن هذه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ترد الإساءة بالإحسان لأن الخصام ده في حد ذاته سيحرمك بالمغفرة اللي عز وجل كما ورد في الحديث وورد حتى طبيا إن الإنسان لما يعرف في تسامح فإن المخ بيتبرمج بطريقة مريحة جدا والهرمونات بتوفرد بطريقة جميلة جدا فيكون بعيد كل البعد عن التوتر والتشنج وجهاز المناعة بتاعه تخيل بأن جهاز المناعة لا علاقة بالإنسان اللي عنده عفو وتسامح الإنسان اللي عنده عفو وتسامح فإن شاء الله تعالى بيكون صحته أفضل ويكون علاقته مع الناس أحسن الحقيقة والحقيقة أن يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل المؤمنين أن يهجوا أخاه فوق ثلاثة ليالي يلتقيان فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام يعني لا يحل لك أبدا أن يتهجوا الأخاك المسلم أكثر من ثلاثة ليالي ولما تقبلوا كل واحد بيردع الآخر ولكن يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيرهم الذي يبدأ بالسلام يعني اللي بيبدأ بالسلام هو خير عند الله عز وجل وسوف يكسب له الحسنات والدرجة العظيمة وقد جاء رجل إلى سيدنا علي بن طالب وكان بينه خصومة فقال له يا علي أريدك أن تبادئني أنت بالسلام فأعرض عنه عليه فقال قال لماذا قال لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وأنا أعلم أنك خير مني فصفحه سيدنا علي وأخذه بالأحضان يبقى نفهم تمام العلم أن الإنسان لا يحل له أبداً الخصام ويكون عنده عفو وتسامح والحالة أن سيدنا أبو بكر الصديق تعرض في موقف صعب جداً وهذا ثابت في السيرة أنه كان يعطف ويعطي المال لمصطح ومصطح هذا كان قريباً له كان سيدنا أبو بكر الصديق يعطف عليه وعطيه أموال كثيرة ولكنه تناول عرض السيدة عائشة رضي الله عنها في حدث الإفك فقرر سيدنا أبو بكر الصديق أن يمنع عنه ما يعطيه يعني انتقاماً له لما فعل فنزل قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني أبو بكر يعفو عنه واصفح وارجع تعطيه مثل ما كان تعطيه من قبل فقال سيدنا أبو بكر إني أحب أن يعفو الله عنه لإلى واضحة يعني خطابنا لله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وليعفو وليصفحوا على هذا الذي تناول عرض ابنته وهو قريب له رغم أنه كان ينفق عليه ويعطيه وعش الله يقول ربنا عزال وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إذن الإنسان يكون حريصا على سعة الصدر والعافو والصفح ولا يخاصم أحدا أبنا وليعلم أن ذلك سبيله إلى الجنة وسبيله إلى مغفرة الزنوب في كل يوم وإثنين كما ورد عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم